كل ما عم تكبري بالعمر حبيبتي كل ما عم تزداد حكمتك وفهمت للأمور أنا بفهمك أنت بتقولي أنك إم لولدين فالطبيعي أنك ما تبالغي بلبسك وشكلك قدام العالم بكل الأحوال الدهب والفضة كمان والتياب لمزركشة عبارة عن مظاهر وأشياء بتعملها المتزوجات الجديد مو أكتر من هيك إيه صح القصص نوجدت بس للمتزوجات جديد أنا كبيرة شو دخلني روح وملك روح وبعد الأشياء إيه مظبوط كبيرة بس مثل الدهب لأنه كل ما بيعتها الدهب كل ما بيصير أحلى من الأول حبيبي أنت جبت الليها جبت بعيد الأزواج كنت بدي أعطيك إياه بهديك الليلة بس الظروف ما سمحت بوقتها انسي الموضوع الشغلات بشع صارت وراحت وما في دعين تذكرا بس إذا بدك تتذكري شي منيح فتذكري شغلي واحدة وبس إنه هذا الزواج وهذا البيت إنه اللي إليك إنتي إنكي وبس أميرت هذا البيت باللي فيه وإليك كل الصلاحية فيه كمان ولا تفكري أنا شو رأيي ولا شو رح أعمل وإمي لا تفكري فيها أو شو رح تعمل شيلي هالقصص كلها من رأسك ولا تزعجي حالك بشي شو مكان الظرف ولا تخافي من حدا وعملي اللي بتلاقيه مناسب حتى أمي نسي هذا بيتك إنتي ونحنا كلياتنا إليك عجبتك الهدية؟ كتير حلوة حبيبي شكرا ليكي مادفي نحنا مو لحالنا بس خدي راحتك وما تخجلي من حدا شو؟ ساقار عند الباب لا 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 ما شفتش ما شفتش أنا رايخذ و راح تكون